بدك تعمل مقاطع تمثيلية على اليوتيوب أو التيك توك وبدك أنت تظهر لوحدك بدون أي شخصية معك اليوم رح أعطيك تطبيقين فيك تغير ملامح شكلك من خلال هدول التطبيقين لحتى تعمل مقاطع تمثيلية أنت تتمثل لحالك فيهم ورح علمك كيف تصور طريقة الحوار بين هاي الشخصيات بكل سهولة وبكل احترافية شو ناطر؟ خلونا تعرف على التطبيقين ونعرف المعلومات من خلال هاي الحلقة مرحبا يا سعداء وقتكن أنا محمود الجبلي مورا لكاميرا زوجتي راما طحان نحصلنا أفلام عم نحاول فيتكن بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هاي الحلقات اللي عادي يجي ضمن سلسلة سينماتيك ويلي عادي بإنتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فني بقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والعلان التجاري وكل ما يتعلق من إنتاج المرئي من الألف لليا يا صديقي زاكنزة الجديدة على هاي القناة بنصحك إنه تشترك في هاي القناة وتفعل زر الجرس لحتى تضرع للطلاع على آخر المعلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصورة والصوت وأهم التطبيقات يلي بتفيد المبتدئين وأيضا معلومات بتفيد متوسطين الاحترافية والمحترفين عم حاول نوازن بين كل هاي الفئات ويا صديقي لا تنسى تترك لايك وأيضا تحط تعليق لحتى نعرف إنه عبتصلك الفائدة اقتربنا جدا من المئة ألف مشترك والحصول على الدرع الفضي وهذا الشي بفضل جهودكم وبفضل دعمكم وناطرين أيضا دعمكم وجهنتكم حتى نوصل للمئة ألف مشترك بأسرع وقت ممكن بهي القناة اللي هي قناتكم وبهي الدروس اللي بتهتم فيكن بالدرجة الأولى أما موضوع حلقتنا اليوم يا أصدقائي بدي أحكيكم كيف تعمل حوار بين شخصيتين اللي هي شخصيتك نفسها يعني فيك أنت تصور وأيضا تمنتج وتمثل بضمن الحلقات التمثيلية أو ضمن الفيديوهات التمثيلية اللي ممكن تنزلها على اليوتيوب أو التيك توك أو الإستجرام لحتى تعمل سكيتشات كوميدية أو تعمل سكيتشات تمثيلية خاصة فيك بشخصيتك فقط دون أي تدخل من أحد كل شي اللي محتاجه أنت موبايل وأيضا تطبيقين رح أعطيك يهم لحتى تغير شكلك وملامحك خلال التصوير بداية يا صديقي خليني أحكي لك كيف تعمل حوار بين الشخصيتين كيف تصور نفسك بعدين ننتقل للتطبيقات ونعرف كيف نغير شكلنا خلال التصوير أول شي يا صديقي قبل ما تفكر بالتصوير لازم نجيبها وقلم وتكتب حوار كل شخصية شو بدا تحكي وشو بدا تقول وشو بدا ترد على الشخص التاني بنوزعهم مثلا شخصية واحد شخصية اثنين شخصية واحد شخصية اثنين إلى آخرين بعدين منجمع كل الحوار اللي لازم تقوله الشخصية الأولى ونحط الموبايل على ترايبوت بعدين منروح حدام الموبايل منكبس زر التجهيل ومنحكي كل الحوار تبع الشخصية الأولى بعدين منروح على الطرف التاني ومنحط الموبايل بالطرف التاني ومنقول كل حوار الشخصية التانية بعد منسجل هدول الحوارين منفوت على برنامج المونتاج منحط حسب ترتيب القصة اللي كتبناها على السيناريو الشخصية الأولى الشخصية التانية منبلش منقطع بين هدول الفيديوهين لحتى نوصل للفيديو النظامي طبعا هدول التطبيقات هن تطبيقات كاميرا يعني وقت التصوير نحن منغير شكلنا وهذا الشي بسهل عليك جدا هي العملية طبعا لتفاصيل أكتر حول موضوع كيف منسجل حوار بين شخصيتين بشكل احترافي وبشكل متقن حتى وإن كان موبايلك أو كاميرا احترافية وكيف تمنتج هذا الشي نحن عملنا حلقة مفصلة عن هذا الموضوع رح ترك لك ياها بالوصف إذا حابب تتوسع أكتر وتطلع أكتر بشكل احترافي وورجيتكم أيضا نموذج من فيلم نفس يلي عرض على شاشة MBC ويلي صنعناه نحن وكيف قطعنا بين الشخصيات وكيف صورنا الحوار بهذا الفيلم أما التطبيقين اللي بدنا نحكي عليهم بهي الحلقة هن تطبيقين مخصصين للكاميرا يعني هن تطبيقين كاميرا نفتح هذا التطبيق فينا نصور صور أو فينا نصور فيديو وخلال التصوير بغير شكلنا فينا نصور بطريقة طولية أو بطريقة عرضية مو بس هيك أيضا فيك تغير صوتك لحتى يصير يناسب هاي الشخصية طبعا هدول التطبيقات بالدرجة الأولى هن روحهم كوميدية يعني بنفعوا جدا مع السكتشات الكوميدية هلأ خلونا ننتقل للتطبيقين واتعرف عليهم وقالية عملهم وكيف منعملهم نعم يا أصدقائي إذا منفتح المتجر بس منكتب عنا فيست من وعشرين متل ما أنا شايفين نعمل بحث بمتجر منشوف هذا هو بطلع عنا بهذا الشكل الصورة المصغرة تبعه مكتوب فيست من وعشرين واسم التطبيق متل ما شفنا فيست تشانجر كاميرا هذا هو التطبيق الأول يلي بدنا نحكي عنه يا أصدقائي بعدين رح ننتقل للتطبيق الثاني فتحنا التطبيق فتحنا بهذا الشكل مباشرة إذا عنا صورة بحولنا ياها لفيديو متحرك وإذا بدنا بنفتح الكاميرا مباشرة ونبلس نسجل فيها نضغط على الكاميرا هلأ هون طلعوا لي الفلاتر يلي ممكن نصورها بالكاميرا هون عنا تغيير الوجه مثل ما أنا شايفين هون قلب الوجه بشكل عكسي وأيضا هون عنا بيغير الوجه بطريقة كوميدية وهون دمج مع حيوانات أو مع أشكال مختلفة لحتى نطالع شكل آخر هون بدمج لي أكتر من شكل سوا منروع على اليمين شوي أيضا في أشكال مختلفة ومن ضمن هاي اللي انت فيك تجيب شخصية جنبك مثلا وتغير وجوهكم مع بعض أيضا الليفل اتنين شايفين إنه بدمج لك ياها مع أشياء معينة مع علوان وسماء هون مع أرت ومع مناظر طبيعية وهون أيضا خطوط كلها عن طريق الكاميرا فيك تعملها أنت أيضا هون الليفل أيضا تغير لك إهلا البوب أرت هون البوب أرت لكن أكتر من صورة سوا أيضا هون بغير لك الموشن بلور بسوي لك حركة فيها غباش هون أيضا مدمج لك صورتك مع موسيقى وهون بحول لك لشخص أسمن طيب يا صديقي خلونا نرجع للأول ونجرب الفيس ماسك يلي فيك تدمج صورتك مع شي حيوان فتحت الكاميرا يا أصدقائي مثل ما شفنا مباشرة هذا النمر أيضا فيني اختار الجمجمي هون مثلا فوت على أشياء تانية مثل ما أنا شايفين عبتغير شكلي بكل بساطة وبكل سهولة أيضا فيني اضغط على زر الكاميرا الهون فيه يلتقط صورة واضغط زر الفيديو لحتى يلتقط فيديو نشوف أنه في أشكال مختلفة مثلا هي الحيوانات هون فتنا على النمر تختار الشيء اللي بدك يا أتمنى شايفين في أشكال مختلفة أيضا فينا نروح لهون مثلا أيضا نختار هاي الأشكال تختار الشيء اللي بدك يا أيضا القطة أنا شايفين وأيضا هون فيك تختار الشي اللي بدك يا خلونا نرجع لورا شوي خلونا نروح على الفيس وورب يلي هو بغيرنا شكلنا بشكل كوميدي خلونا نضغط عليه ومنشوف يا أصدقائي بلش فيك تختار الفلتر اللي بدك يا لحتى تغير شكلك هون فيك تختار الحجم تبع الفلتر هون متل ما هلنا شايفين كوميدي فيه نروح من كوميديا وهون مثلا هيك فيك تكبر عيونك تصدر عيونك كيف ما بدك يا صديقي وهون أيضا بهتم بالفم مضحك هون أيضا فيه أشكال مختلفة مثل ما هلنا شايفين فيك تروح على اليمين وتختار الشي اللي بدك يا هلو نجرب نسجل فيديو في هذا الفلتر مثلا فيك تطلع عليه هيك نبلش نكبر زر التجيل أصدقائي بتمنى تشوفوا هاي حلقة بتنشروها بين أصدقائكم المهتمين انو ممكن تكونوا انتو الشرارة الأولى لحتى تساعدوهم بدخول عالم صناعة الأفلام وعالم الصورة والصوت أوكي خلصنا فينا نضغط أصدقائي على change voice يلي من غيره من خلاله صوتنا نضغط هيك نشوف بلش يعالج أصدقائي بتمنى تشوفوا هاي الحلقة متل مانا شايفين أصدقائي بتمنى تشوفوا هاي الحلقة فينشط فينا نضغط هون أيضا منخفف أو منزود حسب البدنيات أصدقائي بتمنى تشوفوا هاي الحلقة فينشروها بين أصدقائكم المهتمين انو ممكن تكونون ومتل ما شفنا يا أصدقائي ببساطة تضغط على زر save متل ما شفنا ومنشوف صار بالموبايل فيك تدمجهم بعدين بالمونتاج أيضا هلا بدنا نتقل للتطبيق الثاني يا أصدقائي يلي اسمه face war أيضا يشبه التطبيق الماضي لكن فيه ميزات جديدة أيضا وفيه أشكال مختلفة فيك تستفيد منها لحتى تطرح الفيديو تبعك هذا هو يا أصدقائي اسمه وهي أيقونته بالمتجر نعمل open ونتعرف عليه يا أصدقائي بطلعنا بهذا الشكل إذا بنضغط على live camera بفتح لي الكاميرا مباشرة ومنسجل متى هذا التطبيق أيضا فينا نعدل الصور وفينا نعدل الفيديو هاي الشغلة الميزة الإضافية لفيه إنه فيني جيب فيديو جاهز من موبايل وعدل عليه الفيديو بكل بساطة هلا خلنا نروح لل live camera ومنضغط عليها تفتح لي مباشرة بهذا الشكل متى ما أنا شايفين يا أصدقائي وفيه أشكال مختلفة مثلا هيك بتروح لهيك أيضا شايفين كيف تغيرت ملامح وجهي أيضا هيك بطريقة كوميدية أيضا أيضا فيك تروح لهيك جميل جدا أفكر كيف يكون يا شباب أيضا فيك تروح لهيك أيضا هاي المختلفة هذا جميل على فكرة كتير حبيتهم أبعرف فيه كياتي شوي أيضا هيك لا هيك أيضا نخلي ما نتعرف على الفلاتر شايفين كيف يا أصدقائي عيوني الوجه الشكل الأنف تغير بأشكال مختلفة فيك أيضا تغير لبسك واتغير الفلتر لحتى تطلع واقعية أكتر شايفين فيه أشكال أكتر من هداك التطبيق بنسبة منيحة شايفين هذا الشكل هو هذا الوجه فيك تستفيد منه لحتى تطلع بشكل مختلف لحتى تعمل الفيديوهات المختلفة طيب خلوني هذا العجب نسجج الفيديو فيه إذا بديلتقط صور فين يروع على زر الصور أما الفيديو فين يروع على زر الفيديو هون خلونا نجرب مرة ثاني مرحبا يا أصدقائي بدي أرجع أذكرك إنه تعمل لايك وتحط تعليق لحتى نعرف إنه عبتصلك الفائدة منوقف مرحبا يا أصدقائي هذا هو الفيديو يا أصدقائي منوقف لحتى نغير الصوت نغير لهجتنا ونغير نبرة الصوت طبعا فينا نضغط هون فيك تروح لهيك تسوي أطخم كل ما رحت لهيك تصير أنعم هيك مثلا قد نشوف كيف صار مرحبا يا أصدقائي بدي أرجع أذكرك إنه تعمل لايك وتحط تعليق لحتى نعرف إنه عبتصلك الفائدة شايفيني يا أصدقائي بكل بساطة هي غيرني ملامحي فيك تعمل عشرات الشخصيات لحتى تأدي أدوار مختلفة وتعمل مشاهد تمثيلية مختلفة إن كان لفيديوهات التيك توك أو فيديوهات اليوتيوب وشفنا قنوات وشفنا حسابات مليونية صارت فقط من ورا تكرار الشخصيات ومن خلال شخص واحد قدروا يعملوا أكتر من شخصيات اعتمد على الفكرة المميزة ويلي دوما مو بس تضحك الناس لكن تقدم لهم فائدة وتقدم لهم قيمة إضافية وتقدم لهم رسالة واتمنى أكون عم فيتكون هاي المعلومات أصدقائية اللي يعتجي ضمن سلسل السينماتيك ويلي عدم إنتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فني بقدم لكم خدمة صناعة الفيديو والآنان التجاري وكل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف لليال ويا صديقي اذا عم تستفيد من هاي المعلومات لا تنسى تعمل الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى تبضل عطلاع الآخر المعلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصورة والصوت لا تنسى ايضا تحط لايك وتترك تعليق لحتى نعرف انه عبتصال لك الفائدة أنا محمود الجبري مورا الكاميرا زوجتنا نطحان نحصن نعاء الأفلام عم نحاول فيتكون بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة بحييكم وقولكم سلامات اشتركوا في القناة